تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 338 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 109 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 59 طن مواد غذائية كما تم ضبط أكثر من 16 طن سلع غذائية وغير غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن أسمنت كما تم ضبط ما يقرب من 13 طن في مجال عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 411 قضية من بينها 127 قضية خبز ناقص الوزن و85 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 170 طن أقماح محلية